ياسمين رئيس اتجاوزت يا جدعان بعد ما عملت ليلة حنة كبيرة قوي وحضر فيها مجموعة كبيرة جدا من الفنانين اصدقائها وقريبها ومعارفها وبعدين عملت ليلة الفرح كانت ليلة اسطورية واتجاوزت رجل اعمال اسمه احمد عبدالعزيز متخصص في مجال التعدين يكتشف المعادن ويعمل لها اعادة تدوير للنفايات بتاعتها ويعمل منها منتجات جديدة وكمان بيشتغل في المأولاد بيحب الصيد ورياضة العربيات ياسمين رئيس اتجاوزت بعد سنتين من طلقها من المخرج هادي الباجوري هادي الباجوري شافته من شهر في حفل التكريم لكن كانت مضايقة جدا لما شافته وبعدها بشهر واحد اعلنت جاوزها كان جاوز اسطوري ولطبعا لان الحفلات الافراح ما بتخلاش من مواقف المحرجة لما راحت مريهان حسين صدقتها المقربة والفنانة المعروفة عشان تحضر الفرح مرضاش الامن يدخلها الالعب اللي هو مكان الفرح وفضلت مريهان مع صديقتين ليها وقفين برا المكان مدة كبيرة على ما قدروا انهم يدخلوها تاني ويردوا انهم يسمحوا لها تحضر الفرح مريهان حسين صدقتها القريبة جدا لكن غريبة ما عرفتش تخش الفرح في نفس اليوم او بعدها بساعات اعلنت نيلي كريم طلقها من هشام عشور نجم الاسكواش المعروف واعلنت ده لكن بالرغم من اعلانها الرسمي بالطلاق اللي ان هي ما حزفتش صورها مع هشام والغاية دلوقتي بعد ما هم كتبوا كده ما علقوش عن الموضوع ده بالتأكيد قالوا بالنفي لكن كل واحد احتفظ بصوره مع التاني في حسابه الشخصي على الانستجرام نيلي كريم كتبت من كم ساعة على الانستجرام يكبر الانسان تلات اضعاف عمره لما يحاول يتأقلم مع حياة مش مناسبة ليه ويتوهم الانسان ان الزواج هيجعله سعيد نيلي كريم شاركة مسلسل فراولة في رمضان اللي فات اما بقى هشام عشور كتب وقال انا كنت دايما باهتمة بحياة الرياضي لا بيهمني انتقادات ولا شائعات انا دخلت في مجال مش مجالي ده كل واحد بيقول حكاية لكن ايه الكلام بالزبط مع ان اتقال طلاق نيلي وهشام رسميا لكن لا نيلي ولا هشام اثبتوا الموضوع لما نعرف ايه اللي حصل والايام هاتف